استقبل الرئيس عبدالفتح السيسي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية رودولف سعداء وعدد من كبار المسؤولين بالشركة وذلك في إطار افتتاح الرئيس السيسي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبيرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشهد بعلاقات التعاون التاريخي الوثيقة بين مصر وفرنسا مؤكدا أن التعاون مع الشركة الفرنسية يمثل قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية الكبيرة خاصة على صعيد إنشاء المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية به بما يعزز من قدرته في دعم التجارة والتصدير والاستيراد ويرسخه من مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي من جانبه تقدم الرئيس التنفيذية لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية بالتهناء بمناسبة افتتاح محطة تحيا مصر مشيدا بمناخ الأعمال في مصر ومؤكدا تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في إدارة الموانين